موسيقى 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 هتقوم بيها الحكومة وتنفذها في العام المالي الحالي تكلم كمان على زيادة حجم الاستثمارات الحكومية انه كل وزارة هتقدم الاستثمارات اللي عندها والمشروعات اللي عندها على رأسها الحقيقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومجموعة من الوزارات وقطاع الصحة ايضا كمان هيكون بيتقدم من كل وزارة هذه المشروعات وهذه الاستثمارات اللي اتدخل الدخل ده للوزارة دي وحتقوم هي بتنفذها وده الحياة نهج جديد في التعامل الحكومي وفي الحفاظ على سروات مصر كل واحد أو كل وزارة معنية بهذه الاستثمارات كمان اتكلم سيد رئيس مجلس الوزارة على حقية التطعيم تعرفين حضراتكم ان احنا الدولة المصرية بتقدر نيتجمع مجموعة من التطعيمات وصلت اخر شحنة 8.600.000 الشحنة الاخيرة اللي وصلت لنا من الصين وبنتكلم على الفئات الاولى ان هي تاخد التطعيم طبعا كان الجيش الابيض وربنا يحميهم ويحفظهم يا رب اطباءنا بكل حقيقة مؤسسات الوزارة الصحة وبعد كده هيتم تسجيل كبار السن واصحاب الامراض المزمنة لغاية لما نوصل للفئات تدريجيا لغاية لما شعب المصر كله ياخد التطعيم بتاع فيروس كورونا حقيقة سيد رئيس مجلس الوزارة هنا اتكلم وقال انه ابعدوا او نزلوا الاعلانات او النداءات للمواطنين اللي هم راغبين في تطعيم كورونا ان هم يسجلوا اسماءهم على مواقع وزارة الصحة او مجلس الوزارة وده هيكون موجود طبعا في موقع اكيد هيكون مختص بهذا الامر ان شاء الله هينزل لحضراتكم فدي برضو جزئية مهمة جدا احنا ما ننسيش للناس بتسأل واحنا هنشتري التطعيم ده ولا ايه اللي هيحصل طب احنا هنتطعم ازاي طب احنا نروح فين كل الاسئلة دي موجودة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء تقدروا حضراتكم تخشوا على الصفحة وتعرفوا كافة التفاصيل طبعا ده موجود على صفحة وزارة الصحة دي يمكن اغلب الملامح اللي يمكن تناولها اجتماع امس بالمجلس وفيه كمان انا عايز اقول لحضراتكم انه فيه جزئية مهمة جدا ان احنا لازم نتكلم عليها خاصة بلقاح كورونا انه بيوجد فريق او فرق طبية مدربة على متابعة الممارسات السريرية والسليمة والحاصلين على اللقاح وفيه المتطوعين اللي راحوا اخدوا اللقاحات عشان يتم الدراسة عليهم من التواقم الطبية دي بالمستشفات المصرية باختلاف الجهات التابعة لها وايضا اوضحت وزارة الصحة انه فيما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية فقد تم اعطاء اللقاح للاقاتكم الطبية زي ما قلت لحضراتكم في المستشفات التابعة للوزارة وايضا التابعة لوزارة التعليم العالي ومستشفات القوات المسلحة والشرطة مشيرة في هذا الصدد الى انه سيتم فتح الموقع الالكتروني زي ما بقول لحضراتكم لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن وذلك خلال الايام القليلة القادمة في خلال 40 مركز على مستوى الجمهورية وانه سيتم اتاح التسجيل لحاملي جوازات الصفر من الاجانب وحاملي وثائق اللجوء وابعثات الامم المتحدة واضفت ايضا الوزيرة انه تم صباح امس اللي هو الثلاثاء استقبال 300 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة سينوفار الصينية بمطار القاهرة ده غير ال 8 مليون جرعة اللي وصلوا ده شيء الحقيقة عظيم جدا وفيما يتعلق من متابعة حالات العزل المنزلي لمصابة فيروس كورونا اشرت ايضا الى ان الجهود متواصلة من قبل الوزارة لتطوير منظومة متابعة الحالات لطريقة لمرضى الكورونا في العزل وزي ما بقول لحضراتكم شيء مهم جدا وهمنا وهم صحتنا ويا رب داي من الصحة والسلامة لحضراتكم تاني وتالت ورابع انا قلت الكلام ده مبارح وبقوله النهاردة وهقول لحضراتكم باذن الله بكرة التباعد مهم جدا في الفترة دي استخدام المصر شيء حقيقة يعني يعني يا رب ما يكتبوش على اي حد هذا الفيروس اللعين بيسيب اثار الحقيقة نفسية كبيرة جدا على يعني من يصاب بي واتمنى من حضراتكم ان احنا ناخد الامر بمزيد من الجدية خاصة في الايام القادمة يا رب الصح والسلام لحضراتكم دايما عندنا النهاردة نتكلم النهاردة مع حضراتكم في مصر بتعيد احياء التراف الاماكن والاثار اللي موجودة في القاهرة احنا بنتكلم يمكن اللي بيتابع وبينزل من حضراتكم حوالين كورنيش النيل في اعمال ضخمة جدا بتتم على كورنيش النيل غير مامشى الاسرة وغير كمان مجموعة من الحقيقة اصلاحات واعادة الحقيقة زي ما بنقول كده ترميم مجموعة من الاثار المهمة جدا في منطقة حي الزمالك وفي منطقة كورنيش النيل حاجة هتبقى بديعة الحقيقة ومشهد هيكون فعلا مشهد حضاري وتابعوا وانتوا ماشيين بتشوفوا العمل شغال 24 ساعة صبح وليل حقيقة عشان تنظيم وتحسين شكل مصرنا الحبيبة وبلدنا الحبيبة هنتكلم في هذا الموضوع وهنشوف ايه الاثار اللي بيتم ترميمها وايه احياءها مرة تانية لانه لها برنامج الحقيقة في افتتاحها واعادة افتتاحها مرة تانية ورسائل مهمة جدا وهيكون ان شاء الله ضفنا في هذه الفقرة دكتور محمود عباس استاذ اثار العصر الحديث وده هيكون حوارنا ان شاء الله مع حضراتكم عندنا موضوع تاني طبعا بنسمع بقى عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وبنسمع عن كلام كتير جدا اللي بيحصل القوانين المنظمة طيب ده احنا لسه لازم نكون في مواجهة مجتمعية لهذا لهذا ما يحدث من هجرة غير الشرعية وما الى ذلك كل الامور دي الحقيقة لازم برضو حضراتكم تكون عندكم علم بيها ونشوف المؤسسات بتاعت الدولة بتتحرك ازاي في هذا المجال هيكون ضفنا في هذه الفقرة دكتورة غادة سلمي مسؤول ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالهيئة العامة للاستعلامات وحنشوف مجموعة من الرسائل المهمة جدا لازم نخلي بالنا من ايه ولازم حتى لما نشوف حاجة غلط احنا نبلغ مين ويمكن فيه بعض الاعلانات اللي موجودة على الراديو وعلى التلفزيون تتكلم لا للاتجار بالبشر ونعرف برضو الحملة دي بمقصود منها ايه وليه صور كتير وليه اشكال كتير فده اللي يمكن هيكون حوارنا ان شاء الله مع حضراتكم في الفقرة القديمة بعد الفصل ان شاء الله ألتقي بحضراتكم ويبقوا معا اشتركوا في القناة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي اني أرجع لك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول هو هو وذكريات كل اللي فات فترة يا بلدي قلبي مليا في حكايات فترة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن انساء يا بلدي فين هيا زمان قبل الوداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة